موسيقى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها من صحيفة الأيام وزير أمريكي يتحدث عن فساد أحد وزراء صالح أعطاني كرت عمله مكتوبا خلفه رقام حسابه البنكي عكاد صحيفة سعودية تتحدث عن فنان تشكيلي يمني تحول إلى طاه في سنعاء الحياة توقف رواتب معلمين يمن يؤدي بهم إلى الجوع وبالتلاميذ إلى التجنيد ومن القدس كوريا الشمالية تمنع ثلاثة نساء من دخولها بعد إجراء عمليات تجميل أهلا بكم فضيحة جديدة لأحد وزراء المخلوع صالح تنشر من جديد حيث قال وزير الخارجية الأمريكي الحالي ريكس تيلرسون إنه خلال عمله في اليمن كمسؤول تنفيذي لشركة إكسون موبيل النفطية الأمريكية التقى بمسؤولين كبار في اليمن للتفاوض معه حول صفقة وأضاف الوزير الأمريكي في لقاء تنشره مجلة نيويوركر الأمريكية ووردته صحيفة الأيام عنده وخلال اللقاء سلمني وزير النفط اليمني كرت الأعمال الذي يحمل اسمه وخلف الكرت مكتوب رقم حساب في بنك سويسري وقال الوزير خمسة ملايين دولار وأجب تيلرسون على الوزير اليمني أنا لا أفعل هذا وإكسون موبيل لا تفعل هذا وإذا أراد اليمنيون إكسون في الاتفاق فعليهم اللعب باستقامة وبعد شهر وفق اليمنيون وأضاف تيلرسون للترامب أمريكا لا تحتاج لدفع الروشا وأن أستطيع رفع العالم إلى مستوانع ولم تذكر المجلة اسم الوزير حرفيا ولكن يتوقع أن يكون أحد الوزراء من الفترة الممتدة من 1995 إلى 2014 نطالع أهم العناوين التي وردت في صحيفة الرابع عشر من أكتوبر الصادرة في العاصمة المؤقتة ومنها رئيس الوزراء يقول صراعنا في اليمن له سبب رئيسي واحد هو الإنقلاب على الدولة والشرعية المنتخبة ومن عناوين صحيفة الناس يتدورون جوعا والميليشيا تنهب رواتب الموظفين وتتحايل عليهم وعنوان الأمم المتحدة مطالبة بالإفراج عن حسابات اليمنية المغلقة في البنوك الأجنبية ومن تعز نائب رئيس الوزراء يؤكد الأوضاع في تعز مستقرة وبحاجة إلى دفعة كبيرة للنهوض هناك من يظل يعتقد أن مشكلة نظام علي صالح هي أنه استبعد القوى السياسية ومنعها من مشاركته في نعيم السلطة لهذا عندما تهيأت أمامهم الفرصة ليصبحوا في السلطة راحوا يمارسونها أهل طريقته هكذا بدأ ويسام محمد مقاله المنشور في موقع الموقع بوست لا يكفي أن نقول أننا نواجه صالح وشريك ثورته المضادة الحوثي بينما نتصالح مع ثقافة الفساد التي رسخها نظامه مرة باستبعاد القيم الوطنية وإفراغها من محتواها ومرة باستبعاد القوى السياسية التي كانت تحمل هذه القيم أو يفترض أنها قد تعلمت ما يكفي من الدروس لترد الاعتبار لهذه القيم كسلاح وحيد في مواجهة تركة ثقيلة اليوم السؤال الحقيقي الذي علينا أن نوجهه لكافة القوى السياسية هل أصبح لديها تصور شامل عن حجم الأزمة التي أخذت تعصف بالجميع؟ بلا استثناء وما هو المشروع الذي يمكننا من خلاله أن نوحد طاقة المجتمع لمجابهة هذه الأزمة وما فاعل ديمومتها ثم الانتقال بعد ذلك إلى المستقبل أي حديث عن استعادة الدولة دون أن نبني تصورات شاملة حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية حول العمل والتعليم والصحة والثقافة الوطنية حول معالجة كافة القضايا العالقة بدون ذلك نحن في أحسن الأحوال نحرث البحر لقد سقطت بقايا الدولة التي كانت عرضة للسقوط طوال الوقت وعلينا أن نفكر ببناء دولة جديدة وحديثة لاستعادة تلك البقايا ونفس ثقافة الإفساد دولة لجميع اليمنيين قائمة على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وليس دولة الحزب أو الأسرة أو القبيلة أما أوهام السلالة والولاية فنحن أصبحنا نواجهها ونقدم أغلى التضحيات أو لعل هذا هو السبب الوجيه لاستمرار هذه المعركة القائمة منذ ثلاثة أعوام غير أن معارك كثيرة لا تزالوا في انتظارنا موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية مقتل موظف في مؤسسة المياه بمحافظة لحج على يد عناصر الحزام الأمني وقال الموقع في التفاصيل إن موظفا في مؤسسة المياه بمحافظة لحج قتل برصاص عناصر تتبع قوات الحزام الأمني وقال شهود عيان لمراسل المصدر أونلاين إن حسين بن حسين العزيبي وهو موظف يعمل في مؤسسة المياه قد لقي مصرعه برصاص عناصر الحزام الأمني الذين أطلقوا عليه النار بشكل مباشر بعد اقتحامهم منشأة بئر ناصر مصدر في المؤسسة قال إن مقتل الموظف العزيبي يأتي ضمن حالة التوتر التي تشهدها المؤسسة منذ أسابيع على خلفية قيام الموظفين بتنفيذ احتجاجات للمطالبة بمستحقات مالية لتتطور لاحقا إلى المطالبة بإقالة مدير المؤسسة سلمين عواض وأشار إلى أن احتجاجات موظفي وعمال مؤسسة مياه عدن تتواصل للشهر الثاني على التوالي وسط تعنت شديد من مدير المؤسسة سلمين فيما يؤكد الموظفون على أن احتجاجاتهم ستستمر حتى يتم تنفيذ كل مطالبهم وعلى رأسها محاسبة مدير المؤسسة على مرتكبه من انتهاكات بحق الموظفين المحتجين قال وزير الداخلية الأردني خلال لقاء مع سفير اليمني في العاصمة عمان إن الأردن يولي اهتماما خاصا بالشعب اليمني الكريم الذي يمر بظروف قاسية مشيرا إلى أن بلاده تبذل كل ما هو ممكن في سبيل مراعاة ظروف اليمن الحالية وقال موقع الموقع بوس إن وزير الداخلية الأردني أكد أن بعض القيود التي اقترحتها وزارة الصحة الأردنية مؤخرا هي بسبب انتشار مرض الكوليرا في اليمن وحالما تتحسن الحالة ستعود الأمور إلى سابق أهدها يضيف الموقع بوس يعاني اليمنيون كثيرا منذ انقلاب الحوثي والمخلوع صالح على الشرعية من التعامل غير اللائق في معظم المطارات العربية والأجنبية ومن إجراءات أمنية مبالغ فيها كما لا تخلو من إساءات أحيانا وكان آخرها ما حصل مع الشاب مؤيد الحميري الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على أرضية مطار عمان نهاية سبتمبر الماضي والذي كانت إحدى الأردن إحدى محطاته في رحلة العلاج الشاقة متوجها إلى الهند لا تقتصر الهجمة الشرسة التي تواجه الفكرة الديمقراطية اليوم على تنامي الوزن السياسي للحركات الشعبوية في الغرب الأمريكي والأوروبي ونجاحات الانتخابية لبعض حاملي البرامج الشعبوية من أحزاب وأشخاص هكذا بدأ عمرو حمزاوي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا في أجزاء منه تفرض الحكومات السلطوية وهي روسيا والصين والسعودية وإيران ومصر والتي تضرب عرض الحائط بحقوق الإنسان والحريات وحكم القانون وتتمادى في توظيف أدوات العنف الرسمي لإنزال العقاب بمعارضيها قتلا وسجنا وتعذيبا ومنعا من السفر وتكميما للأفواه على الفكرة الديمقراطية تحديات وأعباء جاسمة فالسلطوية في عام 2017 تطرح نفسها كنموذج عالمي بديل يستند إلى أضباد الفكرة الديمقراطية انتهاك الحقوق وإلغاء الحريات وتفكيك مرتكزات حكم القانون إن حضرت أو مواصلة التنصل منها إن كانت غائبة ويزعم دعاته تارة باسم الاستقرار وثانية باسم النمو الاقتصادي والتحديث والتنمية الشاملة وأخيرة باسم المصلحة الوطنية فاعليته في تحقيق الأهداف العلية التي تصب إليها الشعوب وعلو كعبه مقارنة بالفكرة الديمقراطية التي تتهم بالعصف باستقرار مجتمعات ودول لم تخبرها من قبل وبتعريضها لأخطار الانقسام والتفتت والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني وإذا كان ثمن الحفاظ على الاستقرار مواصلة التحديث والتنمية الشاملة والابتعاد عن هوية انقسام المجتمع وتفتت الدولة حكذا يأتي لسان حال الحكومات السلطوية وسلب حرية المعارضين وإسكات أصواتهم في الفضاء العام وقمع المنظمات غير الحكومية المتبنية لحقوق الإنسان وإن غي عمليات الانتخاب أو التلاعب بإجراءاتها ونتائجها إن كان لابد منها فلا بأس فالمصلحة الوطنية والأهداف العلية هي أمور لا تتوقف عند أولئك الماريقين أو تلك المنظمات الممولة خارجيا والحكومات السلطوية أدرى بشعاب شعوبها من قبل أن يكتشف الغرب الأمريكي والأوروبي الانتخابات الحرة وضمانات حكم القانون والفصل بين السلطات ومن قبل أن تتورط بعض المجتمعات والدول الغير الغربية في استنساخ النموذج الديمقراطي غير ملائم لها وتفرض بذلك التيه على شعوبها إلى الصفحة الأولى من أخبار اليوم والتي جاء في عنوينها فساد الحكومة الشرعية يحول دون انعقاد جلسات البرلمان في عدن وعنوان من الجوف مواجهة في جبهة حام والطيران يدمر عربات عسكرية للميليشيا في المصلوب وبيدانيا أيضا تطورات عسكرية في محل وجبل الكحل شرق صنعاء وقتل حوثيون في حريب القراميش وعنوان تقدم جديد للجيش شرق صعدة وتدمير مخازن أسلحة وتعزيزات وعربات بإسناد الطيران والأباتشي في عنوان بارز ورد في موقع المشاهد نت محاكمة لوكلاء محطات الغاز في التعز تنتهي بإيقاف مسؤول عن العمل في شركة صافر وقال الموقع تفاجأت شركة النفط والغاز في الحكومة الشرعية من الأسعار الجنونية للغاز المنزلي التي يفرضها وكلاء نقل حصة محافظة تعز من الغاز المنزلي على المواطنين ليتحول بعد ذلك الاجتماع الوزاري مع الوكلاء والذي كان مقررا لمناقشة أسعار الغاز إلى محاكمة حكومية ساخنة للمتلاعبين بالأسعار من وكلائها في المحافظة استعرضت خلالها عمليات حسابية دقيقة لآلية شراء وبيع شركة الغاز المنزلي للمواطنين عبر وكلاء الغاز في تعز وقال وكيل الوزارة المهندس شوق المخلافي الذي ترأس الاجتماع الوزاري في محافظة تعز إنه تفاجأ من الأسعار التي يفرضها وكلاء نقل حصة تعز من الغاز المنزلي والتي تتجاوز خمسة آلاف ريال مؤكدا أنه خلال أيام سيكون للوزارة رقابة ملازمة لكل المحطات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وسيتم إلغاء الترخيص للمخالفين واستبدالهم بوكلاء لا يستغلون حاجة المواطنين مضيفا خلال أيام لابد أن يكون الغاز في تعز ومديرياتها بألفي ريال فقط إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء تتعرف من خلال ما شاهدت قانونا واحدا من القوانين المعرفية تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة ستعلم عندها أن الأقرب منك أن وضعنا العالم بين يديك أهلا بكم مجاددا تسرد صحيفة سعودية قصة فنان يمني حولته الحرب من رسام تشكيلي معروف إلى طاه طعام مغمور وعنوانة عكاذ التشكيلي اليمني جمّن الأزمة في بلادي حولتني من رسام إلى طاه وتقول الصحيفة يعشق الفنان التشكيلي اليمني عدنان جمّن البيئة الاجتماعية اليمنية فيتابع تفاصيلها ويعيد تشكيلها في لوحات فنية تطابق الواقع أيا كان وتقول عكاذ بأن جمّن يملك قدرة تفوق الكاميرا الضوئية في الدقة والجمال حينما يرسم الوجوه الأمر الذي جعله واحدا من أبرز فناني البورتريه في اليمن أخذت الحرب في اليمن الفنان التشكيلي من لوحته وفرشاته ومن رسم البيوت العتيقة وعوالمها وملامح البسطاء التي يألفها إلى المطبخ الذي تحول فيه إلى طاه يعد الواجبات ويسعى لإنقاذ أسرته من الضياء ويقول الفنان الحرب حولتني إلى مقاتل ولكن في جبهة الفاقة اليوم أنا الأب الذي يحمي أسرته لست الفنان التشكيلي الذي كنت قبل الحرب توقف رواتب معلمي اليمن يؤدي بهم إلى الجوع وبالتلاميذ إلى التجنيد عنوان بارز لتقرير كتبه علي سالم لصحيفة الحياة اللندنية بدأه مستندا بحديث أحد المعلمين اليمنيين والذي قال معاناتنا حركت ضمير بريطانيا الاستعمارية معلقا على سلسلة تغريدات للسفير البريطاني في اليمن سيمون شيركليف اعتبر فيها أن توقف رواتب المعلمين اليمنيين منذ أكثر من سنة أمرا غير معقول وأضف التقرير أن إضراب نقابات المعلمين قوبل بتهديدات من حكومة الإنقلابيين من حكومة الإنقلابيين وقالت نقابة المهن التعليمية إن مسلحين اقتحموا مدارس في صنعاء في اليوم الأول من الإضراب الذي صادف بداية العام الدراسي فيما أفاد معلمون بأن السلطات التربوية في صنعاء هددت المعلمين المضربين بفصلهم من العمل وتطالب نقابة المهن التعليمية في صنعاء بصرف رواتب المعلمين في المناطق الشمالية بينما هدف إضراب عدن الذي دعت إليه نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين هو رفع رواتب المعلمين أسوة برواتب منتسب المؤسسة العسكرية ويرى باحثون أن تخلف التعليم وانتشار الأمية والفقر والفساد يشكل أحد أسباب فشل تجربة التحول الديمقراطي في البلد الأفقر والأقل استقرارا مواضيع الأكثرية العربية المقصية تحت هذا العنوان كتب أحمد جابر مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية مضيفا لا تقرأ تطورات التي تحفل بها المنطقة العربية اليوم معزولة عن سياقها كذلك لا تخضع الأحداث المهمة المتتالية إلى عملية اصطفاء أو إلى عرض استنساب الأصح أن ما يضغط على اليوميات العربية يمارس فعله من ضمن السياق عام ومن ضمن سردية متصلة يحتشد فيها الخاص العربي الداخلي والعام الدولي والإقليمي الخارجي لذلك فإن القراءة محكومة بمنهج يعين القضايا كقضايا أولا فلا يلغيها ويدرج هذه القضايا المنفصلة بداية كمسائل مستقلة لتسهل معينتها في استقلالها عن غيرها ومن التعين المنهجي الفردي تكون المباشرة الأجدى لعادة رؤية الروابط التي تشد كل قضية فردية إلى السياق هذا الذي يتكون من مجموع المسائل المطروحة على كل نسق وطني عام يغلب على السياق العام الحدث السوري الذي يبدو أنه يشرف على خاتمته تحمل كلمة الخاتمة في طياتها معنى الخواتيم المتعددة تعدد المتدخلين في الموضوع السوري وبهذا المعنى فإن لكل لاعب فوق الأرض السورية خاتمته التي يكافحه من أجل أن تكون عظيمة الجنى وافرة الغلال تحمل كلمة الخاتمة في طياتها معنى الخواتيم المتعددة تعدد المتدخلين في الموضوع السوري وبهذا المعنى فإن لكل لاعب فوق الأرض السورية خاتمته التي يكافح من أجل أن تكون عظيمة الجنة وفيرة الغلال في العراق موضوع آخر قائم بذاته فالبنية العراقية بملامحها الظاهرة صارت منشطرة مذهبيا على نحو أوضح والتمكن الإقليمي من مفاصل السياسة العراقية لا تخطئه بصيرا وعلى وجوه شتى في العراق موضوع آخر قائم بذاته فالبنية العراقية بملامحها الظاهرة صارت منشطرة مذهبيا على نحو أوضح والتمكن الإقليمي من مفاصل السياسة العراقية لا تخطئه بصيرا وعلى وجوه شتى صار العراق جزءا من السياق الإقليمي بعد أن كانت أحداثه ومنذ عام 2003 نفتاح باب النيران التي امتدت ألسنتها إلى سائر البلاد العربية أصدرت محكمة بريطانية حكما يقضي بمعاقبة رجل يدعى زاهد حسين بحسب موقع شبكة البي بي سي بالسجن مدى الحياة خطط لتفجير خط سكك حديدية باستخدام لمبات صغيرة ووعاء ضغط لأغراض الطبخ وكان حسين 29 عاما من مدينة برمينجهام قد صنع جهازا بلغ وزنه 1.6 كيلو جرام ومحفزات اشتعال بداية الصنع من أضواء زينة الأعياد وأدانت المحكمة حسين بتهمة الإعداد لتنفيذ عمل إرهابي وأصدرت المحكمة حكمها بسجنه مدى الحياة حسين وقبل أيام من إلقاء القفض عليه في أغسطس 2015 قد تردد أكثر من مرة على جزء من خط سكة حديد ويست كوست مين وهو أحد أهم خطوط السكك الحديدية في بريطانيا وقالت النيابة أن ذلك كان بهدف بحث تنفيذ هجوم محتمل وعثرت أجهزة الأمن بحوزته بعد اتقاله على كتب تتناول حرب العصابات من بينها كتاب يتناول الإعداد لشن هجمات تستهدف السكك الحديدية عمليات تجميل يمكن أن تمنع ثلاث فتيات من العودة إلى بلادهن ففي حادثة غير مألوفة كما تقول القدس العربي منعت إدارة مطار كوريا الشمالية ثلاث فتيات من العودة إلى بلادهن بعد قيامهن بعمليات تجميل في سيول أظهرتهن في أشكال غير متشابهة مع صورهن الموقعة على جوازات سفرهن وفق صحيفة ديلي ميل فإن السيدات الثلاث منعنا وعلقنا في المطار لأسباب أوضحتها إدارة المطار أنها متعلقة بوجوهن التي لا يمكن مطابقتها حيث ظهرن بوجوهن ملفوفة ومنتفخة ولا يمكن تأكيد أنهن النساء أنفسهن في الصور إدارة المطار قالت إنه لا يعقل أن نتعرف إلى هويتهن من خلال الصور نفسها الموجودة في الجوازات وتركهن يسافرن من دون تأكيد الهوية جاء من العام الفين وثمانية وأربعين ليحذر العالم عنوان لصحيفة البيان والتي قالت في التفاصيل إن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على شاب أمريكي خلال محاولته رؤية عمدة نيويورك وهو في حالة هلع مشيرا إلى أنه جاء من العام الفين وثمانية وأربعين وأن الفضائيين سيغزون العالم وعلى الجميع مغادرة الأرض تتابع الصحيفة الشاب الأمريكي واسمه برانيب جونسون كان في حالة سكر وادعى أن الفضائيين هم من جعلوه ثملا وأرسلوه إلى الباضي جونسون وبحسب صحيفة CNN التركية قال إنه جاء بالخطأ إلى عام الفين وسبعة عشر لقد أرسل إلى العام الفين وثمانية عشر بالفن وبرر طلبه برؤية العمدة ليشرح له كيف سيتم غزو الأرض العام المقبل مدعيا بأنه جاء من ولاية وايومينغ اسم ولاية من ولايات أمريكا في المستقبل ولم يصدر بعد أي تفاصيل عن مصير الشاب الأمريكي وحالته الذهنية أو النفسية التي دفعته لمثل تلك التصريحات مضى على رحيله نصف قرن وما يزال يمثل أيقونة الثورات في كل مكان في العالم تشيجي فارا من قطع الحدود والمساحات الجغرافية فقط ليحارب الظلم ليخلدها التاريخ بحروف من ذهب صحيفة العرب الجديد نشرت مجموعة من صور نادرة له نتابع موسيقى بهذه المجموعة من الصور والصحاف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى